السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات ميسون وصفتنا لنهار اليوم رايحة تكون حلوة بالشوكولات والكاراميل مع حشو مقرمش طري وبنين بالزيف نتمنى تجربوها لانها فعلا تجي روعة شكلا ومذاقا ونروحو للمقادير وطريقة التحضير بسم الله عندي ميتين وخمسين قرام مارقارين طريق نضيف لها زوج مغارف كبار سكر قلاسي نضيف ملعقة كبيرة فاني وهنا اللي عندها الفاني تاعة الغبرات تستعملها احسن ورشة ملح نخلط كلش مع بعض جيدا حتى انه تحصل على خليط كريمي من بعد نضيف زوج بيضات كاملين ونخلط مليح حتى ان يندمج البيض مع الخليط وعندي ملعقة كبيرة كاكاو بني يكون ذو نوعية جيدة ونضيف الفيرينا ونصف ملعقة صغيرة خميرة نبقى نضيف الفيرينا بالتدريج حتى انه تحصل على لعجينا طريق قليلا ما تيبسوهاش بالزيف لانه فيها الكاكاو هنا رايحة نستعمل هاذو ليمول وانتون تقدروا تديروا اي نوع عندكم نحط القليل من اللعجينا ونضغط في الوسط ومن بعد نضغط جيدا على الحواشي وننحي الزائد ونعدل بهذه الطريقة بالنسبة لي هذي هي العجينا المفضلة تعلي تغطولات تجي متماسكة وطرية وما تجيش غير تقيسوها تدفتت واللي عندها اي وصفة تعصاب لي تشوفها ناجحة تقدر تخدم بها بعد ما نكمل كامل ليمول نثقب العجينا باش ما تتنفخش كي تعود الطيب وتحافظ على شكلها ندخلها للفرن على درجة 180 من 15 حتى العشرين دقيقة بعد ما نخرجهم نخليهم يبردوا تماما ونديمولهم نروح لتحضير الحشو عندي كاسو نص قفريط مرحي ذوق شوكولا كاسو نص فايتين حوالي 120 جرام كاسو نص كوكي ومقلي ومرحي ونجمع الخليط بشوكولا ماكسون او اي نوع عندك كيما تقدري تستعملي النوعية هذي توفيا شوكولا بخاليني اموند اجي متماسكة ذوبوها على حمام مائي ولمو بها الخليط نبقى نضيف الشوكولا بشوي حتى نتحصل على خليط طري نقدر نشكله كرة بهذا الشكل هنا كمية الشوكولا ديتلي علبة ونص بهذا الحجم بعد ما طابت كامل الكمية نجي نحشيها عندي توفيا كراميل والله تقدروا تخدموا الكراميل في البيت وتستعملوها كينا وصفة كراميل منزلي نجحة على قناتي رايح نخليلكم الرابط في صندوق الوصف نعمر الحبات ونحاول نديرهم للوسط فقط ما نعمرهم ش كامل نجيب الحشو نشكله كرة ونحاول نبسطها في كف اليد بهذا الطريقة نخليها شوي بومبي في الوسط ونحطها فوق الحبه ونغلق على الاطراف جيدا كي ما راكم تشوفو رايح نتحصل عليها بهذا الشكل هنا راني حشيت كامل الحبات اذا اضغطوا شوي على الحبه وخرجتلكم الكراميل بهذا الشكل ما عليش خليوها كي ما راهي لخطر رايح هنغطي الحبه بالشوكولات ندخل البلاطولين مجمد مدة خمس دقايق حتين تتمسك الحلوه باش نقدر نقلاسيها هنا عندي 300 جرام شوكولات بالحليب ذوبتها على حمام مائي نضيف لها ملعقة كبيرة زيت و 3 ملاعق كبار معمرين مليح كوكي و مقلي و مرحي نخلطهم مع بعض جيدا و نغطس الحبه نقطرها و نحي الزياده باش ما تبقاش تقطر و هذه الكميه تعل عجينه وتعل حشو خرجتلي 52 حبه و قبل ما تنشف زينوها باي ورود عندكم و نديرهم على الجنب ما نديرهمش في الوسط هذه هي الحلوه بعد ما درتها في صحن التقديم تجي روعة بشكلها البسيط و ذوقها الاكثر من رائح رايحة نكسملكم حبه تجي طرية هيلا نتمنى تجربوها و تنال اعجابكم و في الاخير ما بقالي غير نقولكم تبقاوا على خير و نتلاقو في فيديو قادم ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر